سينة النهر ده يمكن كان دولة رئيس الوزرة موجود هناك مع مجموعة ضخمة جداً وبهو سياسين ورؤسة أحزاب وصحفي كل حاجة وممثلين كل حاجة وبيعرض قدامهم الخطة التنموية بتاعت سينة ما بين ما تم عمله وما بين الخطة القادمة بإذن الله لحد عشرين تلاتين أنا عايز أسمع من الرجل المتخصص العالم بهذه الأمور تشوف الخطة اللي بتحصل في سينة دي تودي الفين في الأول طبعاً سينة مش مجرد إن هي أرض أو مكان أو جغرافيا أو إن هي فرصة للاستثمار أو هي مجرد قطعة من مصر لا هي غالية علينا كلنا وزي ما النهار ده دولة رئيس الوزراء أشار إن كل رملة في أرض مصر غالية على مصر وعلى المصريين ولكن سينة لها طبيعة خاصة وزي ما كان بيقول أستاذنا الدكتور جمال حمدان الوادي والدل تتروب مياه النيل أرض سينة تروب بدماء المصريين على مر التاريخ دي أرض مروية بالدم صح فغالية علينا قوي اللي بيحصل فيها ما حصلش فيه تاريخها يمكن كل الناس بتقارن العشر سنين الأخرى اللي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاهدته سيناء شمالاً وجنوباً من تنمية اللي يقرأ التاريخ كويس هو مش مقارنة بتلاتين أو أربعين أو مئة سنة لم يحدث تنمية في هذه المنطقة في مدار تاريخ مصر لأنها دائماً كانت بينظر إليها إنها منطقة صحراوية إن هي مجرد تجمعات بسيطة بدوية حول أبار المياه ومصادرها وهي شريط ساحلي هو الطريق اللي بيربط دائماً وكان بوابة مصر الشرقية من المنطقة الأخرى وهي الشام والجزيرة العربية كل الوافدين على مصر سواء كانوا غزافة تحيين تجار بيمروا حتى للوطن الآخر في غرب القرى الإفريقية وكل المنطقة دي بيمروا من سيناء ومن هذا الطريق أيضاً شهدت هذه المنطقة رحلة العائلة المقدسة فكان لها قدسية خاصة وقبل كده هي الأرض الوحيدة اللي في كل الأديان تجلى عليها المولى عز وجل وربنا تجلى على هذه الأرض في جبل موسى في منطقة جنوب سيناء إذن إحنا بنتكلم عن منطقة لها أهمية خاصة جداً وليست كأي مكان آخر في أطمع في هذه الأرض وهذه المنطقة على مر العصور فيها أطمع الكل بينظر إليها أن هي البوابة الشرقية للقرى الإفريقية وليس لجمهورية مصر العربية اللي يدخل سيناء ويقدر يكون موجود فيها هو تحكم في بوابة القرى بالكامل التي تربطها باليابسة الأخرى وهي قرية أسي ما حدث فيها من تنمية ليه ما كانش بيحصل قبل كده في علم الاقتصاد والاستثمار أي مصروف على التنمية حضرتك هتصرف النهاردة مليار جنيه في شكل طريق أو شكل محطة للمياه أو الصرف المرضود والعائد الاقتصادي بيبقى محسوب حسب العدد السكان اللي هيخدمهم هذا المشروع معدل إنتاجهم اللي هيبقى هو العائد على الاستثمار هيكون كام ويرجع للمصروف في كام سنة دائما بكل الحسابات عدد سكان بسيط جدا مساحات كبيرة مترمية الأطراف عشان أوصل من منطقة حضرية إلى منطقة أخرى فكنت بلاقي المصروف دائما كبير جدا على العائد منه يعني نبسط شوية للمشاهد النهاردة أنا عندي 60 ألف كيلو متر مربع مساحة شبه جزيرة سيناء بيسكنها حاليا في حدود مليون وربعمائة ألف مواطن مصري سيناوي في الشمال وفي الجنوب وتقريبا عشان الأرقام تبقى بسيطة المساحات شمال سيناء قد جنوب سيناء تلاتين ألف في الشمال تلاتين ألف في الجنوب عدد السكان تقريبا برضو النص في الشمال والنص في الجنوب أو الجنوب بيزيد شوية إذن لو أنا بعمل طريق طوله ربعمائة كيلو متر مربع عشان أربط من عند برسعيد لحد العريش أو لحد رفح أو أنزل جنوبا من عند السويس وأعدي وأربط بشرم الشيخ والطور والمنطقة اللي في الشرق الطرق حجم الإنفاق عليها ضخم جدا هيخدم في الآخر كم مواطن عدد بسيط ترجمة نانسي قنقر